نروح لدكتور حسام دكتور من وجهة نظرك ايه لحاجة لاتخليني اشوف انه الشخص اللي قدامي مناسب او غير مناسب للجواز ممكن ما هي كانت بتقول انه مش مسألة انه حبيت حد فشفته انه كده مناسب في حاجات كتير مع الحب وعمل كتير وقصص كتير لازم تكون موجودة ايه هي القصص دي الانطباع الاولاني يعني جميل جدا للتعارف كافي للتعارف فقط وليس لاختيار شريك الحياة وليس قرار لا ما ينفعش القرار اللي هو الحب من الاول نظرة او اللي عجاب المؤقت ده ده جميل جدا لمرحلة ان انا اعجب بالشخص ان انا ابتدي لكن فترة خطوبة هي مهمة جدا لدراسة شخصية وطباع ونفسية ومفاهيم الشخص الاخر لان دايما الخلافات اللي بنشوفها والمشاكل اللي بنشوفها بتتكرر في حاجات كتير لانه اختلاف على مستوى القيم مستوى المفاهيم مستوى الاخلاق مستوى العداد التقاريط المعنى المادة المعنى المعيشة المعنى الجواز ممكن واحد بيبقى عنده توقعات ان امرأته هتبقى كذا 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 وهي متخيلة كمان ان هو هيبقى كذا وكذا وكذا يعني مثلا واحدة من المشاكل الواقع طيب دكتور حسام اه معدريتك عندنا انت بتقول في الخطوبة اعرفوا بعض اللي بيحصل انه في الخطوبة ما بيعرفوش معد كل واحد في الخطوبة طبعا بكل تأكيد يعني بيبين احسن ما عنده طيب وهو هنا مهم اول وضوح مهم يكون فيه شغفية مهم ان انا لما اتبلي المؤشرات انا بكلم من الواقع مهم جدا دايما في معظم المشاكل الاسرية اللي بنشوفها ان المؤشرات بتكون باينة من البيضاء حد عنيف جدا مع كل الناس بس معي انا لطيف لانه هو دلوقتي في مرحلة الاعجاب والانجزاب ولانه عايز الموضوع ينجح وبيتحكم في مشاعره عشان افضل ان طبيعته ايه طبيعته كده طب وانا وقت ما يختلف معي هيكون بنفس الطريقة فدي مؤشر ادي اشارة حد مثلا طبيعته الاسلوب بتاعه العصبية بتاعته جديدة جدا ما عندوش اي كنترول عليها فانا بقى فاهم ان انا عايش بالشكل ده حد مفهومه عن المادة او عن الحياة مختلف عن مفاهيمي مثلا ممكن انا بقى شايف ان دي حاجة عادية جدا هو شايفها تبزير مبالغ فيه فهيفضله طول الوقت عندهم اختلاف في قيمة المادة او تقيمة نصرف ايه الناحية كمان ناحية المعتقدات والملابس والشكل والكلام ده هو عنده مفهوم لازم تأكد المفاهيم دي والقيم دي والاسس دي واضحة عند الاثنين كمان في نقطة خطيرة جدا للأسف بعض الاسر بتدفع ابناء اهل الجواز دفعا لتخلصوا مشاكلهم يعني لا ما هو ما هيتجوز حياة ما هي ما هتتجوز هتعقل طب هي جاهزة وفاهم يعني ايه جواز هو جاهز وفاهم يعني ايه جواز ولا الفكرة ان زي الافلام كده متخيلين ان المشهد بينتين هم اتجوزوا وعاشوا في تباته ونبات لا تباته ونباته دي بداية دي مش نهاية صحيح دي بداية المشروع وبداية المسئولية هم الاول كانوا مسئولين كان فيه اسرتهم مسئولة عنهم فجأة بابا هم مسئولين عن الاسرة بقى فيه اطفال فانا بمنتهى الوضوح يعني مثلا بلاقي بلاقي بعض الرجالة مثلا لأ طب انت هتتجوز لي اصل الاسرة بتضغط علي طب انت عايز او سني مثلا او ان السن كذا او هي نفس القصة فبيخشوا بقى بيصطدموا بعض او فيه توقعات وطموحات من اسوأ الحاجات انا بقولها للطرفين سواء للراجل او للبنت بمنتهى الامانة اقول اللي انا اقدر اعمله بالزبط واقول ان انا اعيش بالزبط هيبقاش تي مبالغة لان بمنتهى بساطة كل توقع انت بتديله قدامك وهيحسبك عليه قدام ومن نسبة له ده الخدايا فهتصطدمه فهتخسر اصد دي مش رحلة دي مدى الحياة انا بقوله ما يعودوا مع بعض قاعدة فيها كل البانز او كل الحاجات اللي هنكلم فيها التربية المصاريف طريقة التفكير في كل حاجة نبدأ نتنقش فيها من الاول ونقول ده وجهة نظري وده طريقتي وده اللي بيبسطني وده اللي انا بحب اعمله ودي شخصيتي ودي معاملتي الاهلي وقد ايه ده مهم وصحابي فان وشغلي ايه والاهم من قاتل اختلاف احنا مختلفين في ايه لا وثقافة الاختلاف كمان يمكن يا دكتور